اختتمت فعليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 316 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين حيث تم إجراء عدد 77 فحص معملي وتم إجراء عدد 31 آشعة وسونار كما تم إجراء عدد 49 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر